أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت مصر زيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية ومستلزمات الإعاشة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك بدءا من اليوم إلى عدد 300 شاحنة يوميا على الأقل تدخل إلى القطاع من الجانب المصري عن طريق معبر رفح وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت من الجانب المصري إلى مناطق شمال غزة وحدها خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان وصلت إلى 322 شاحنة مختلفة من المواد الإنسانية والإغاثية هذا وأشار إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت القطاع منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في قطاع غزة من بعبر رفح وصل إلى 19354 شاحنة حملت أكثر من 19952 مادة طبية فضلا عن 10435 طن من الوقود و123453 ألف طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى 26692 طن من المياه و44100 من المواد الإغاثية الأخرى و2023 طن من الخيام و123 سيارة إسعاف مجهزة